اشتركوا في القفتة اول حاجة معايا نص كيلو لحمة مفرومة بصلة كبيرة مفرومة ومعصورة كويس من المية ربطة بقدونس نص رغيف عيش بليته كده في مية وبعدين عصرته كويس قوي من المية اللي فيه ومعلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل ده مقدار للنص كيلو من اللحمة المفرومة انا عملة كيلو لحمة عشان كده مزودة الضعف من كل المكونات لو انتوا هتعملوا نص كيلو لحمة يبقى ده المكونات مزبوطة لها لو هتعملوا اكتر من كده ضعفوا الكمية في بولا كده هحط كل المكونات اللي معايا اللحمة وكمان البصل شايفين البصل معصور كويس من المية مفوش مية خالص والبقدونس وكمان العيش شايفين برضو بعد ما سبته شوية في المية وبعدين طلعت وعصرته كويس قوي وكمان الملح والفلفل بس مش هحط بهارات اكتر من كده وفعلا هتبقى طعمها حلو جدا هعجن كده المكونات بقى كلها كويس مع بعض الأول علشان المكونات كلها تندمج مع بعض وكمان العيش اللي حطيته بيخلي الكفتة تمسك معايا وما تكشش ابدا شايفين كده بعد ما عجنتها كويس وما نزلتش اي سوايل معايا خالص كده اتعرفوا ان الكفتة عمرها ما هتفك مني ابدا شايفين كده لما اخد حتة معايا متماسكة جدا وبتتشكل معايا باي شكل كمان لما اجا صباحها كده بتتشكل معايا بسهولة ما بتفكش خالص كده عرفوا ان الكفتة عمرها ما هتفك ابدا وهتبقى نكحة جدا البصل اللي احنا عصرناه بقى مرميش ميته اسيبه علشان هستخدمه تاني هحط كده عليه معلقة كبيرة من الزيت وقلبها كويس وبعدين اجيب بقى عصيان الشيش طوق وابدأ اصبع عليها الكفتة هابلي ايدي الاول كده في مية البصل وبعدين اعمل بيها العصيان وابدأ كده اصبع الكفتة على العصاية بتاعت الشيش طوق شايفين الكفتة ثابتة معايا ازاي وبتتصبع بسهولة مش هتفك منك ولا حاجة لو عملتيها بنفس الطريقة دي بس كده شايفين بقى متماسكة قويس زاي هبدأ كده ارصها في صانية على ورق زبدة واعمل غيرها برضو بنفس الطريقة قبل لي ايدي الاول بمية البصل وبعدين ابدأ اصبع الكفتة بالشكل ده هعمل كده كل الكيمياء اللي معايا بنفس الطريقة وارسوهم على ورق زبدة في صانية علشان هدخلها التلاجة الاول كده بعد ما صبعت كل كمية الكفتة اللي معايا هجيب بقى باقي مية البصل وهبدأ كده احط على الكفتة بالفرشة علشان تشرب كويس قوي من مية البصل بتخلي طعمها بجد حلو قوي وبالذات الكفتة المشوية يعني مية البصل دي ما ترموهاش خليها معاكل اخر الوصفة واردو هنستخدمها تاني كده بعد ما عملت الكفتة كلها بمية البصل هجيب بقى استريتش راب واغطي كده الصانية كويس علشان ادخلها التلاجة هغطيها كده بالستريتش واسبها في التلاجة مش هقلم الليلة كاملة يستحسن يكون الليلة كاملة ولو انتم مستعجلين عليها يعني ساعتين تلاتة تكون شربت من التلاتبيلة بتاعتها علشان نقدر نستخدمها على طول كده بعد ما سبتها حوالي 12 ساعة بالزبط في التلاجة طلعتها بقى تاني يوم علشان ارصها كده في صانية تانية وادخلها الفرن جبت كده صانية تانية برضو حطيت فيها ورق زبدة وبعدين هبدأ ارص فيها كده الكفتة شايفين الكفتة متماسكة زي هبدأ كده ارصها على الصانية من فوق علشان تبقى زي المشوية في الزبط لو انتم مش حابين تعملوها بالطريقة دي ممكن تصبعوها عادي وتحطوها كده في صانية واتدخلوها الفرن على طول مش لازم تحطوها زي ما أنا عاملها كده من فوق الصانية هترسوها كده بالشكل ده هنجيب برضو مية البصل اللي تعبانا معانا كده من أول الفيديو وهنبدأ كده ندهن الكفتة برضو بمية البصل مية البصل لما ندهنها كتير على الكفتة بتديها فعلا طعم حلو قوي هندهن كده الكفتة كلها بمية البصل وبردو نقلبها على الجنب التاني كده ونحط برضو عليها مية بصل هدخلها الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة 200 اول ربع ساعة كده مفتحش عليها خالص وبعدين فتحت كده عليها الفرن وبدأ تدهن من مية البصل تاني في النص كده وبعدين أدخلها وكل خمس دقايق أو عشر دقايق كده بص عليها ودهن من مية البصل بتديها طعم حلو قوي عايز أقول لكم بقى في الوقت ده هتشموا أحلى ريحة كفتة مشوية وريحتها فعلا هتقلب البيت شايفين بقى شكلها واللون اللي هي وغداء بجد تحفة قوي جربوها بنفس الطريقة واقولين رأيكم في الكمنتات شايفين بقى قد ايه الكفتة متماسكة ما فكتش مني ولا كشت ولا اي حاجة زي ما هي بالضبط وبجد ريحتها وطعمها حلو قوي وكمان اللون اللي هي وغداء جميل جدا قدميها بقى كده مع مكارونا مع رز اعمليها سندوتشات يعني زي ما انت حبة انا كمان عملت سوس المايونيز والكاتشاب كنت عملاه معاكم قبل كده سوسات مختلفة كتير في فيديو الوحده هسيب لكم اللينك بتاعه في بجد السوسات حلوة قوية تحتاجيها في اي حاجة تحتاجيها بقى في مشاوي في بيت زيت في شاورمة كريب ممكن برضو في التدبيلات بنحتاج برضو المستردة والميونيز في التدبيلات يعني كل السوسات المهمة دي هتلاقيها في فيديو الوحده شوفوها هيعجبكم ان شاء الله هوريكوا بقى شكل الكفتة بعد ما استوت شايفين طلعت معايا كده بكل سهولة وكمان طرية جدا مش نشفة ولا حاجة شايفين مستوية جدا وبجد طعمها حلوة قوي شايفين بقى الكفتة وحلوتها يلا قوموا جربوها دلوقتي هنأكلها بقى كده مع مايونيز مع كاتشاب يعني زي ما انتو حابين بس بجد طعمها حلوة قوي بالصوصات دي جربوها وقلوا الرأيكم في الكومنتات اهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو انت اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان تشوفوا كل جديد يارب تكون الطريقة عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة